حلقة جديدة من حلقات الصراع المحموم على النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران حلقة يتجدد فيها الحديث عن حاملة النفط الإيرانية غريس وان باسمها القديم أو باسمها الجديد آدريان داريا أو ربما يستجد لها اسم ثالث تتغير الأسماء ربما لكن القصة تبقى واحدة وإن اختلفت بعض تفاصيل فصولها فناقلة النفط تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الإيراني الخام والوجهة النهائية للرحلة بحسب واشنطن هي سوريا بهدف تقديم الدعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد من هنا كان التحرك الأمريكي الغربي لمطاردة السفينة ومنعها من الوصول إلى هدفها في سياق التصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن وعلى الرغم من تطورات الأمر من احتجاز الناقلة في جبل طارق ثم الإفراج عنها بعد وعد إيراني بعدم توجهها إلى سوريا إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك فالناقلة بعد سلسلة تغييرات في مساراتها بالبحر المتوسط وفق بيانات تعقب السفن توجهت نحو الممر المائي بين تركيا وقبرص ومن ثم غيرت مسارها مرة أخرى نحو المياه الإقليمية اللبنانية بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن لدى واشنطن معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة تتجه إلى ميناء طرطوس في سوريا أمام ذلك أكدت الخارجية الأمريكية أن الناقلة إذا توجهت إلى سوريا فإن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات المتسقة مع العقوبات محذرة جميع الموانئ في البحر المتوسط مما غبت تقديم تسهيلات للناقلة وإلا سيطولها سيف العقوبات الأمريكية هي إذن معركة لفرض الإرادة بين الطرفين غير أنها لا تنفصل عن كونها ساحة بين ساحات عدة للصراع الأمريكي الإيراني في الشرق الأوسط ساحة تنظم إلى ساحات أخرى ساخنة في العراق ولبنان وسوريا وربما دول أخرى في المنطقة بينما يظل النظام العربي متكئا في مقعد المتفرجين وكأنه لا يرى تلك الحرائق التي تشتعل واحدة تلو الأخرى على اتساع الخارطة العربية ولتبقى الشعوب العربية مطالبة دوما بدفع فواتير الصراعات في أرضها أو حتى في محيطها